الفين وتسعتاشر بالنسبة لبيع والشارة كانت حاجة وبعد الفين وتسعتاشر حاجة تاني من اول عشرين عشرين تغاية الفين اربعة وعشرين لما بعد بقت متدنية جدا. حتة الوحصار بالنسبة للسنة دي والسنة اللي فاتة الحاجات اللي بتخش سعرها عاية. الحاجات المستورة دي. سعر بتاعها عالي برضو على العميد. بقى العميد بيخش اشتري عرض واحد بس. البيع عندي دلوقتي بقى ضعيف مبقى زي الاول. نسبة تقفزات عاية. اقوى من السنة اللي فاتت. بس برضو نسبة النبعات الليلة. اللي كان السنة اللي فاتت. السعر بتاعه الف وترنمائة وخمسين او الفين. السيزن ده نزل سعره تلات تلاف متين. حتى لما انت بتنزل عليه تخفيد. العميد ما بيحسش انه عليه تخفيد اول. الشغل كله مستورة. ازاي هجيب حاجة مستورة لها والدولار اصلا مش مغورة. من ساعة كورونا ابتدت الدنيا تتأثر. وضعف تاوي. ستين في المية تأثرت. هو ممكن يكون اعلى من كده. بس احنا بنحاول نعمل خصمات. احنا عملنا عشرين في المية. النهاردة وصلين الخصم الخمسين في المية. الاسعار اختلفت. الاقتصاد اختلف. كل حاجة اختلفت. ما هيبقى فيه خسارة على صاحب البراندا. دلوقتي هو فيه نسبة عالية بس بيبقى فيه اسعار زيادة لان النسب بتبقى عالية. انيوهي مسلا سويت شيرت بقى الف جنيه ممكن يبقى بقى الفين علشان لما ينزل عليه خمسين في المية يبقى بقى الف جنيه زين فوق. اغلب البراندات ممكن تكون بتعمله. هو اكيد تخفضات وهمية ما بتبقاش اكيدة. العموما لحد قبل ما الدولار ما يغلب الدنيا كانت تمام الاسعار كانت على اقل مناسبة اغلب الطبقات اللي احنا عايشين وسطها. بالوقتي بينزل سيل محدود شوية. عشان الاسعار بتبقى كده كده قريدي عالية. كل حاجة بتغلى على صاحب البراند يعني متاريال جمارك استراد التوريد اي حاجة بتغلى. اشتركوا في القناة